بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم حبيبتي مرحبا بكم في قناتي وقناتكم لمساة ام سي رجدين الشاوية نرحب بكم كامل خواتاتي وصفتنا لنهر اليوم ستكون ججم حمر في اكياس الشواء مع الروز رفقته لكم بوحدة الاروز يأتي طيب على حبام زربع كما رأيكم تشوفوا مع وحدة السر تعلبنا في هذه التتبيلة تعلب المطاعم يأتي كما رأيكم كما رأيكم تشوفوا يأتي طيب ذايب و ماذا نقولكم من اليوم حبيبتي نحلف لك مزيليش كامل تشريه من بره حاجة قيا نظيفة وبنينة وبأقل التكاليف كما رأيكم تشوفوا يأتي طيب ذايب واذا نقولكم يأتي بزاف بنين ومن ارواح ما يكون و رايح يعني نشاركم بهذا الجاج اللي هو الدجاج المستورد من البرازيل اللي يرحوا يعني ولا نظن انه متوفر فيه في كل المناطق و اي وحدة يعني الحق المنطقة تحام عليها غير تكتب لي فقط في التعليق كبير تستفادوا الاخوات لراهم امعانا ويعرفوا اذا كان في هذيك المنطقة ولا الولاية ولا لا لا هاول لكم هنا حبيبتي هذا الدجاج المستورد راحو حالة المئة بالمئة بالنسبة حبيبتي للقرامج تحتعو راحو بين كيلو حتى الكيلو ونص هذا الدجاج راحو موجمد موبالي كما راكم تشوفوا يأتي قيم الداخل وشنج ولكم يأتي ما شاء الله بالنسبة للسعر تحتع الكيلو راحو يدير 29 لفل الكيلو الدجاجة كهذه فيها كيلو ثلثمية كانت سقامتنا 38 يعني قسمة تشري ثلث جاجة تدير ان في دارك احسن من انك تشري جاجة واحدة ب120.000 منبرة هنا حبيبتي الجاج هذا راحو جي يعني قاضي حاجة ما فيش خلاص الاحشاء وكامل فقط كين واحد الزوائد ممكن تنحيوهم وضغسلوها ملح بالماء والخل وديرو لها شوية على الملح حكذا حبيبتي كنت نقيتها خليتها جانبا هنا نحضر لها مغيناد والتتبيلات عندي شوية عزية حوالي كل ثمغارف متوسطة في الحجم عندي ملعقة متوسطة على مارجن ملعقة متوسطة على متغذ شوية على الهريسة ملعقة متوسطة معه طماطم المصبارة وملعقة متوسطة على الخل الهبيض علي هنا هي كمية من الملح من الملح ،استخدمت الملعقة الم talvez الملح كنا درنا فلفل أسود بابريكا حراك ديروا كسبر ديروا توابل الدجاج ديروا شوية على الكركم يعني التوابل اللي متواجدة عندكم كامل وعندنا كذلك السيرتع التحميره والتي هي في الملعقة هذه العسل اللي راح تعطيه بنا يعني تعطينا واحدة البنه رائعة جدا وكذلك هي السيرتع التحميره وعندنا كذلك عصره مليحة على القارس تخلطوه مليحة لما غينات كما راكم تشوفو تتبيلة هذه حبيباتي هي السر تعال بنا يعني الرسمي راهو في هذه التتبيلة إذا درتيها بهذه الطريقة نتمنى حبيبتي أنك تجربيها والله العظيم رايحة تخرج لك يعني كيمة على المطاعم وأحسن حاجة نقية نظيفة تحضريها في دارك بأقل التكاليف هنا حبيباتي جبت هذه الجاجة بعد ما تكونوا تغسلوه تنقيوها مليح بالخل والملح يعني مليح مليح تخلي وهي يستقطرها بشي شربنا مليح هذه التتبيلة ما يكون شم شمخ حطيتها هنا يفلا مغينا دود وبيكيتها شوية بالموس بش تتشرب لي مليح هذه التتبيلة قدما خليتوها تريح قدما مليح تخليوها ساعة ساعتين قدما خليتوها قدما تتشرب لكم هذه البنة وتجيب الزف هيلة والجاجة يطيب لكم ضري هنا حبيباتي يعني الوصفة اليوم نحمروها في أكياس الشيواء وجدت هنا الكيس 16 الشيواء التاعي ولا الكيس الحراري خليته جانبا نحيت هذه الجاجة من هذه التتبيلة تخليتها جانبا وهنا بقيت التتبيلة هذه قدرت لها نص الكاس تعلمة هكذا نص كاس تعلمة تخلطوها مليح في هذه التتبيلة وحنا حبيباتي كنت غليت كاس تعراز الكاس هذا تعقوم واليد غليته طيبته نص طيابي يعني موش طيب كامل هنا حبيباتي في التتبيلة كنت تنسيت شوية تعال الثوم درت شوية يعني فراز وكذلك في الدجاج يعني انتم ما ديروا الثوم في التتبيلة في الأول كامل هنا حبيباتي بالنسبة للأرز التاعي درت له مربعات صغيرة تعطى ماطم الحب يعني قصة ماطم هكا مرسوة صغر وكذلك زيتون أخضر كنت قصيته يعني شرائح تكون شوية أرقيقة اللي عندها جلبانة تقدر تفور جلبانة مع شوية تعزرودية ودقصها يعني مربعات صغيرة تفوروهم شوية وضيفوهم لكم الحرية يعني وش كين عندكم في الدارة تديروا خلطت هنا يا مليح هذك الأرز في التتبيلة هذك وش نقولكم يجي بزف هايل حطيت الأرز التاعي صبيته يعني في كيس الشواء ولا الكيس الحراري وجبت هذك الجاجة حطيتها فوق الأرز يعني ديروا الأرز من تحتها وتحطوا هذك الجاجة من فوق هنا هذك التتبيلة اللي بقات لي فصحان يعني لي هبطت لي من الجاجة تدرت له حوالي 1-4 الكاس تعل ما خلطت المليح وصبيته وهنا حطيت القاند على الحرب يزيد لي في هذي كل البنان نغلقوه هنا يا الكيس الحراري جيدا بهذه الطريقة وتجيبوها ك كوردولا وتديرو الثقب في الكيس الحراري تحكم باش من بعد يعني ما يتنفخ شو يتفقد يعني نخليولو بلاسة منين يتهوى منها حطيتو هنا في بلاتو يدخل للفرن بلاتو تصبو فيه كمية من الماء واشاك فوا يعني تفتحو على الكوزينيار تحكم كتلقو هذك الماء يعني انشف تزيدو من كمية الماء وتخليوها يا حبيباتي الطيب وتتحمر في غرضها بالنسبة للوقت يعني تديلكم باش تتحمر لكم حكا بصورة ملي حكي ما تحمرت لي انا تديلكم من ساعة ونص حتى الزوجه سوية بصح صدقوني الجج هذا يجي طايب ذايب يعني الجج هذا راح يطيب الزبدية يا لبناتو يطيب لكم من ساعة ونص حتى الساعتين واللي تحب يعني تفتحها قبل من ساعة ونص تقدري تفتحي لهالكيس شواء التاعك وتخليلها يعني تزيد تتحمر شوية يعني وانتي يفتح عليها الكيس الحراري التاعك انا اللي هنا حبيبتي خليتها يعني اتحمرت لي وهي داخل كيس الشواء شوفوا لي هذه التحميرة يعني خرجت من اروع ما يكون نفس التحميرة التاع الجج المحمر اللي يتبع في المحلات نفسها تماما حبيباتي اعتمدوا لي هذا الطريقة وتقيدوا لي بطريقة كيف جدرتها معاكم صدقوني رايح انت تتحصل على اروع الجج المحمر تحضره في دارك باقل التكاليف يعني ثمانية وثلاثين الف ونا درت جج المحمر خرج من اروع ما يكون هنا حبيبتي رفقتوا معا ذاك الروز كما راكم تشوفوا الروز يعني جم زربع جا طايب وش نقولكم جا من اروع ما يكون كما قولكم طايبوه نص طياب ما ديروه شاكاك مش طايب رايح يدير لكم يعني اشاك فوت قعدوا تزيدوه في كمية السوائل يعني ديروه نص طياب وتقيدوا بالوصفة كيف شدرتها صدقوني تخرج لكم من اروع ما يكون الججج طايب ذاك وحد البنة لي فيه والتحميرات يعني كما راكم تشوفوا شاهدكم في الجنة هنا حبيبتي كذلك كنت درت وصفة سابقا بهذا الدجاج يعني تاع البرازيل كنت درتوه مع باطا تاكوشة رح نخليكم رابط الوصفة في صندق الوصف يعني اللي تحب تديروه بالارز تدير هذي الطريقة واللي تحب تديروه مع باطا تاكوشة كذلك حبيبتي رح نخلي رابط الوصفة في صندق الوصف وكذلك يعني اعطيت لكم جميع التفاصيل حتى كيف شو نظفتو في الفيديو اللي احنا نخليه لكم في صندق الوصف كليكي وعلى العنوان احي خرجوا لكم صندق الوصف وكذلك نخليه لكم في تعليق مثبت كذلك اللي رفقتوا مع الباطا تاكوشة خرجوا من اروع ما يكون شاهدتكم في الجنة الغاليات نتمنى ببرك تجربوه وترجعوا لي بقاراكم في التعليقات المقالية غني نقولكم اطهلاو اللي في رواحكم تلقى ان شاء الله في عدد اخر وفي وصفة اخرى شوفوا لي هنا العظام راهم يتنحى وحدهم تلمون طايب الزبدة تمنى ان شاء الله وصف تيلين هاليوم تكون عجبتكم تهلاولي في رواحكم تلقى ان شاء الله في عدد اخر وفي وصفة اخرى نقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته